محمد سعيد دفع الله كان مين؟ هو غنيت ليه وشنو في الفترة ديك؟ الغنى شلت منه قصيدة ولحنتها يعني أنا ما أقصد الغنى قال أنت رجيت قاعد يغنوا ناس تانين وغنيتوا معاهم؟ يعني أكون أمين معك أنا ما شلت منه أغنية بيعينا كده عشان أرحنا وأغنيها من محمد سعيد دفع الله؟ أيوه، لكن غنيت أغنيته البوجع قضية بنا ديما الزور وسيم دي طبعا ماهيم من أغنيه في البداية وأفتكر سبعة وستين ستة وستين وغنيه النعام أيوه، أنت غنيت له ده الموجع يكي ضيبين ديما لكن ما شلتها منه وغشرت تاني غنيت له شنو؟ إلى الآن يعني حتى لو ما في الفترة ديك؟ والله بكون غنيت لغنا إذ غنى قبلي يعني غنى دول بحكم أن إحنا كنا في الساحة وبنغني غني بعض كان عادي جدا ماذا يستعى؟ نعم ماذا يستعى؟ وممكن يشتكي سمان حادي جدا تغنيه الكلام ده لحد نهاية السبعينات إنت مستغر في كريمة أو في الخرطوم؟ سبعينات أنا في كريمة قاعد هناك جد الخرطوم متين استغرد فيها رسمي بصورة دائمة يعني والله زي ما قلت لك كنت بجيه جاهزات لكن أنا يبقى لي 84 دي طيب أنا قبيل قاطعتك وإنت عايز تتكلم عن الطلاب وتحديدا جامعة مدرمانة الأهلية وعلاقتك بيها يعني أيوة إنت قبيل ما قلت يعني صديق ده كان حصري على جامعة مدرمانة الأهلية أيوة حصريا فأنا قلت لك رابطة مرعي يعني أنا في البلد لو قلت لي الناس يعني من أهلي وأصحابي من البلد في محطة وأنا مشيتها لازم أزورهم أنا لما أجل خرطوم لازم أمشي زي ما قلنا الطلاب وأقرب طلب عليهم طلاب مروي نعم نعم فأمشي بعدين يعني الزمن داك زي ما قلت لك ما كان في الدباء ما كان مروي المنطقة كلها مروي باحتبارها محافظة واحدة كلها أيوة الشي الجميل والبي يخليك أنت تمشي تزورهم حتى جوا الجامعة هم كان بيزوروك أسبوعي في البيت دلو ما قلت لك هومي في البيت بيجوك في البيت تحكي كثير من الحكاوي نجد المستمع قريب يعني يعني حكاوي يحكوها الطلبة نفسها لأنه جينا البيت ما لقلنا صديق وكان الزمن غدا مثلا صديق بيته كان فيه دكان مؤجر لزول ثاني شاله وأكل من الدكان وأكل كان طحنية كان صديق بي يا حازبك وفاتحة وأمس كان يدل على الكرم صديقه وإحساسه بالانتماء للشريحة من الناس حتى الطلاب وإحساسه بالغيام المتوارسة بينه من المنطقة أولاد مروي ليس أولاد الدبة ولا أولاد مروي عمولها الله يخليك وهم كان بيبادلوك نفس الإحساس ده نحن شاهدين على لحد زمن قريب يعني برغم من نحن نستاكنين بعيد لكن ما يكون في حفلة به أمدرمان الأهلية ما كان في ذبيقوة ثاني لا وراء كل الناس كان قاعدة مش عشان صديق جاي ويمكن كان كل فناني الطنبور عندهم إحساس أنه جامعة أمدرمان الأهلية أو رابطة مروي في جامعة أمدرمان الأهلية عندهم تجاه إحساس خاص جدا الإحساس ده تجاه روابط ثاني كثير أو جامعات ثاني كثير لما لأنه أنا أنا مبادلتهم نفس الإحساس لأنه في البيت بلقاهم في الشارع بلقاهم في الجامعة بلقاهم أمشي البلد بلقاهم يعني معناته هم ناس طوالي في ذاكرتي وربما أقول أنا برضو في ذاكرتهم فكان بيناتنا فيه ودو تبادل عشان كده كانت ما أنا أقول لك ما فيه مروي في جامعة الخرطوم فيه مروي في النيلين فيه مروي فيه مروي إيش معنا مروي فيه في الأهلية لأنهم قريبين لي عشان كده أنا ذاته قربتها اليوم كنت حاسب إن هم ذي الإحساس الانتمال لمنطقة واحدة وتراث واحد هم بادلوك نفس الإحساس بادلوني وبقيت قريب اليوم أنا بلقوهم فييشهم بيلقوني طيب إنت جيد الخرطوم 1984 1984 في الفترة دي أو دي السنة ألقا فيها ناري الطنبور أيوه طيب حدثنا عن غيابنا للطنبور الفكرة والأهداف في الزمن داك هو طبعا يعني كان في أخونا الله يرحمه والسعد كان مريض وكانوا يعني محتاجين إنه يسفروه برا للعلاج فقامت الفكرة اتحدوا الجماعة واجتمعوا وأول اجتماع كان في نادي الباسة في الديوم الشرقية البداية كانت عشان الناس تجتمعوا تتحد عشان يعالجوا زميلهم دا كانت فكرة اجتماعية ما فكرة فنية كانت اجتماعية سريعا ما تحولت لي فنية من نفس الاجتماع طيب منه كان على رأس الفكرة أنا ما أقدر أقول لك على رأس الفكرة طيب منه شاركين يعني أخونا عثمان اليمني أخونا صديق أحمد يعني مجموعة كبيرة من هذا المنطقة في الزمن داك غد يكون بعده وغد يكون قباله وين كانت فرغة تماسح الحامداب؟ موجودة قبل نازل طنبور انت ما كانت علاقة بها؟ لا ما شاركت فيها أصلا؟ لا ليه؟ أيوة لإرتباطي بالعمل وما كان العمل كان بعيدا نقلت في كريمة من أنا في كريمة بالمناسبة في تماسح الحامداب ولما نجيت يعني ما كان عندي الفرصة أصلم لإنشغالاتي الوقت عام برغة النجار عضو الرحمن العجيب وإسماعيل حسن أيوة والتاج من مساوي وطاج محمد طه وعندنا الناس برضوحة كانت فيها والنقرش وبعدين فرغة كانت ممتازة جدا وأنا ما بستهين بها لأنه فرغة قدمت قدمت ويمكن تكون أول فرغة تراسية شاملة لأنه يعني ما غلانا ده مجموعة ما غلانا فردي مجموعة بتقدم أعمال جميلة وربنا يوفقهم جيت وتكونت أو تكون نالي الطنبور أيوة أول رئيس نالي الطنبور سالمني وإنت كنت في اللجنة وإنت كنت مستغل في الخرطوم أيوة الهدف يتحول في نالي الطنبور من هدف اجتماعي لهدف فني أيوة وقام الجسم ده وقدر قدم خدمات في الزمن داك لما الناس وكان حتى مشاركين فيه روابط الطلاب أيوة أيوة يعني أذكر منه المجموعات دي كان أخونا سامي معاوية أيوة كان من طلاب الأهلية في الزمن داك لا سامي ما هو سامة أيوة سامي سامي معاوي كان في جمعة السودان أيوة طيب خلينا نتكلم عن الطنبور في الفترة دي شكله وتفاصيله جلساته وشي كان بيتمجوا النادي لكن كذلك عشان نصديق عشان إحنا ما نكتر الكلام كثيرا ما نكون ما غنينا اذكر لينا نغنيها نغنيها من أغنياتك حقة الزمن داك الخالدة في وجدانك إلى الآن يعني والله أنا طبعا غني كله خالد في وجداني أقرب الأغاني أنا أقرب الأغاني بتختارها أنت دعني نتكلم عن الطنبور المؤسسة القوانة 1984 كان رئيسة الأستاذ عشمال اليمني بصديق وكان معاكم من في اللجنة ثاني كمان الرشيد كمان الرشيد نحددنا دونوهب وآخرين كيف كان شكل الجلسات داخل النادي أو الهدف مننا كان شنو؟ يعني الناس كان قاعد يقعدوا يغنوا ولا يغنوا ويناقشوا تجي قصيدة جديدة الناس يناقشوها ويناقشوا لحنها هو شوف من الحاجات التي كانت ما جميلة في نادي الطنبور أو في اجتماعاته أو في دوراته أولا الشيء النادي عضويته هات كثيرة جدا بعدين مسمياته ذاته بيقولك ده مهتم ده شاعر ده فنان ده الشيء ده اللي يتحدث فيه أنا في المهتم ده مهتم به شنو؟ وعشان يبقى شنو؟ لأنه الناس كان كل الاجتماعات أو معظمة بيغنوا يا فنان جديد جانا يغني يا شاعر نسمع منه ما بيناقشوا مستقبل النادي يكون شنو أو هيعملوا شنو؟ عشان كده لي هسا ما قام نادي وده شي مؤسف يعني يعني إنو النادي بتعاقب بتعليه بيغان كتيرة ورؤسة كتيرين وهم اللي ما قام شي مؤسف جدا ولي منطقة كبيرة جدا بتهتمة بتراس منطقة ولي ناس قدموا شي جميل وكتير أبدعوا الناس كانوا مهتمين كأفراد أو جماعات بيغناهم بشي اللي بيقدموه أنا لو أنا قبيل قدتلك نحن كلنا ثلاثة شباب بنغني صديق أحمد محمد كرام الله ومحمد جبارة دبال إضافة للناس اللي كانوا بيغنوا في الخرطوم حسا على الليلة بيكون فيه مية وخمسين شاب بيغنوا كل ذول من منطقة خده شي جميل بنتمنى إنهم يبدعوا ويقدموا شي جميل ويكونوا على الإنسان كل ذول لكن النادي كنادي سووا شنوع عشان يحتوي الناس دير ويقدم له شي دي المشكلة وللأسف الشديد نايد طنبور يعني يمكن فترتكم كانت هي الفترة الخصبة الفترة الجميلة برغم ما ما ذكرتوا أنت من سلبية نحتبره واحدة لكن إيجابياته كان لام من ناس على الأقل وكان حوش بيتوجه إليه كل ذول شائل إبداع في جواه شعر ملحن شاعر ملحن فنان ده كان قبلتن نايد طنبور الآن حتى القبلة ماذا ما عالت موجود للأسف الشديد يعني هو طبعا الناس انشغلت بالظروف المرابة البلد بالحالات اللي بتمر عليهم انشغلوا وما لقوا الزمن اللي يقدروا يمشوا فيه للنادي رغم الظروف دي فعشان كده الواحد يتمنى اللي يقدام انه الحال يتصلح والنادي يتبني والناس تجي والظروف الصعبة دي كلها تزول إن شاء الله اللهم أمين يا رب نرجع لي صديقو مسيرتك الطيب الذي أغنيات كانت خلال المرحلة أو نقول محطات انت عملت مع شعر كتار جدا بعد ذاك أيوه يعني بديت بعبد الله حمد خير أيوه السرع اسمان الطيب في مرحلة من المراحل حسن الدابي كان قباله ما الله يرحمه محمد سعيد دفع الله واستمرت المسيرة خلينا نجيب فيها على محطات يعني مع شعراء إذا عملت معاه أيوه أنا ممكن أقول لك لكن طبعا أنا فترة كلها بفتكر تعاملي ده مع ناس كم محطات مع ناس سندات يعني أنا بيعتبر يعني تعاملي مع عبد الله محمد خير الله يرحمه دي محطة كبيرة جدا ودائري وقفة كبيرة ده ما معناته أنا بقلي من الشعر الثانين أنا إذا عملت معاهم لكن ما أعمال كثيرة يعني عندك مثلا المرحوم حميد إذا عملت معاه في أكثر من أربعة وخمسة أعمال غنيت ليه هو؟ أول حاجة يا مطر عز الحريك اللي هي غنال أستاذ الراحل مصطفى سيد أحمد وأتنازلت با يا أستاذنا مصطفى سيد أحمد إنت كان بتربطك على غنيت يا مصطفى يعني تلاقيته وغنيته في حاجة بقى في مرات الله يرحمه راجل صديقي جدا وبرضو من أولاد المنطقة نحن دائما بنقول من أولاد المنطقة فهناس بيعتبروا أزول دعم للشدة عشان أزول من منطقته لا أنا إنتنازلت لأنه مبدع وأداها دفعة والطريقة اللي بيغنيبه تختلف عن طريقتي يعني أنا يفتكر أدى مساحة للأغنية يعني الأغنية من أغنية شعبية لأغنية غومية ما الناس اللي بيسمعوا صديقي أحمد هم الناس اللي بيسمعوا مصطفى سيد أحمد لكل جمهوره أيوة مع أنه لكل دور جمهور فيه كمان مساحة أنا الليلة اللي من أغنية بطنبول ما بديها مساحة كبيرة جدا تختلف على أغنية اللي بتغنى بأوركسترة بتكون مساحة أوسعة لأنه أنا بكون يعني قدمتها للسودان كله أما دي قدمتها لقبيلة ومنطقة معينة برضو ما معناتها ما هيسمع الناس اللي حيسمعوها لكن ما بيكونوا زي ناس المنطقة أيوة طيب يا مطر عز الحريق والقلب يشوف قبال العين أيوة عبد ريدك أيوة الخريف الخريف ده معناتها فيه حريق كله لا طيب يعني مطر عز الحريق لأنه المطر بيجيط في الحريق وطبعا ناس نديل هم كلهم يعني مشغورين بالطيبة أو بالهناي وتلمهم منطقة واحدة و فنهم فن واحد مع اختلاف التسميات الفنية إذا كان فن وطري أو فن طنبور أو فن شعبي أو هم بيدعاملوا معاملة ممتازة جدا عشان كده المرحوم مصطفى سيد أحمد لما قلنا مع ابن عبد الرحيم كل السودان ده كان بيسمعه ويطرب ليه رغم إنه لعنها أقرب ليه أغنيت الطنبور من الحديث لكن لأنه يعني اختياره للكلام كان جميل ولعنه كان جميل وصوته كان أجمل وأبدع الله يرحمه ويتقبله الله يرحمه المستمع الكريم لازم نواصل في حديث الدكريات مع الأستاذ الفنان صديق أحمد من داخل بيته في منطقة الكدرو من حييك وسلم صديقه إحنا جبيل وقفنا في محطة الأستاذ القامة الراحي الحميد حسن سالم وإحنا قلنا جبيل إنت عندك في مسيرتك الطويلة دي محطات وسندات حسن ما أنت قدت أيها أنا أنا أخاف أخاف الناس يفهموا سندات دي إنها حاجة صغيرة إنها حاجة صغيرة أو قللت من من غيمتها من غيمتها السندة أو الشاعر أبدا والله الشعر قدموا كلام جميل بعدين يا جماعة ما يمكن كلامنا يقول أكبر مني أنا أستطيع عليه أنا أستطيع شيء أستطيع عليه لكن في حياتنا لا أستطيع عليها لا أستطيع من غيمتها الشاعر دا بيقودنا دي سؤال لأنه كيف صديق قاعد يختار أغنياته يعني إذا عملت مع عبد الله وحمد خير باحتبار أن عبد الله كان ثنائية كاملة على طول محطة صديق أحمد أيها ما هو في حاجة هي بقت ثنائية ليه؟ ما لأنه عبد الله فيهم صديق أحمد وطريقته وفيهم النوعية اللي بيحبها من الشعر هو أصلا ترزي بيقر بيفصله ويغني طيب دا بيعني أنه أنت في أعمال إن عبد الله يحمد خير ما عجبتك أو نقول ما وافغت هواك؟ لا أبدا غنوها ناس تاني طبعا أنا عندي عادة القصيدة حتى لو جايبها علي وفي زول غناها أنا ثاني ما بغنيها طيب لأنه كنت متهم قبل فترة في أنه صديق أحمد دا جايغنوا من الناس عشان يخربوا وهو دينا ما أنا بريء بالاتهم دا وعشان كده قلت يا أخي أنا أبعد بس دا برضو يقولني بسؤال في حلقة فاتت استضيفنا أخونا الفنان عبود تبوري وهو قال إنه أغنيت حبل الصبر وأغنيت عديلة عليك وأغنيت دي مليكة بحين يا وطن هي هو لحنة في الأول وأنت جيت لحنتها ثاني واللي حصل العكس هو لحن بعدك أنا أقول لك كلام عبود كان في السعودية عبد الله رحمه كان في السعودية إتلاقوا هناك والله أنا ما عارف وأنا قاعد هنا أنا الغنى الجانيني لحنته وغنيته الثاني دا ما عارف عنه ما عارف عنه أي شيء نتكلم عن صديق في داخل ساحة فن الطنبور أو من فنانية الطنبور هو يعتبر أول فنان أنتج كسد عبر شركات اللي إنتاج الفن شريط يا الله أمع أول إنتاج اللي كسد بصورة رسمية بتغني الكات الموجودة يعني بتغني الموجودة الآن اللي هو كان حبل الصبر نايبا السؤال هذا مربوط بيسؤولي القبيل إنه كيف صديق قاعد يختار أغنياته كيف أنت كنت قاعد تختار أغاني لأشريطك النزلة طبعا قبيل أنا قلت لك عبد الله يعني من كترة ما فهمني وعرف أنا أقدم شنوه مي كيف أصليك وهو الشاعر بيعرف الكلام المناسب اللي يقدمه لصديقه بعد صديق عنده لجانة اللجنة دي الناس اللي كانوا قريبين لجانة بيستشيرهم أول شي ووريهم النص وبعد ذاك بوريهم اللعن حلنا أقدموا والله عندكم أي ملاحظة إذا أدوني لوكي طوالي أقدمها إذا لاحظت فيهم أي شي دي بوعد منها طوالي باعتبار أنه رأي الناس فيها ما بشي الانت دائرين ما بشي المطلوب يعني طيب نحن بعض دماشين في محطة في مسيرة الأستاذ صديق أحمد ومحطات لشعارة في هذه المسيرة إذا عملت مع حمد الحسن سالم حميد في أربع أو خمسة أعمال أيوه السيروس مالطيب محمد سعيد ضفاء الله قبال وكان الراحل حسن الدابي ما نعشين لليه قدام خلينا نستعرض الشعراء الانت دا عملت معاهم ما زمنك دا ما بكافيني كيدي ما حتكون حلقة واحدة حتكون ثلاثة حلقتين حسن ما نطلع بعدين أنا إذا عملت معا شعور كثيرين جدا يكونوا زي خمسين تقريبا لكن أنا أقول لك منهم طبعا أول حاجة جهت كريم عبد الحليم ودا من الدبا غنت له غنت له عليك ببك وبنوح يا سيدة ومشتاك دي مطاريك غرقت في مجاريك عوض عثمان درر دا اللي هو والد الشاعر عثمان عوض عثمان درر نحن بنحيي عثمان عوض عثمان درر الأغلية مسرح شعرك الأسود غنيت لي المرحوم مدني محمد مدني غنيت لي وشوه؟ والله غنيت له غني كثيرة شايلة صفيحة واردة شايلة صفيحة واردة شايلة يقضي بليها ايوه انت عارف يا أوساما مرات الواحد في لحظة كده تروح الحاجات أي حياتة تروح الشاعر محمد علي أحمد وده من الغدار ومن الأغاني اللي غنيت له هو الراعي واعي سمي اسم الله ويتوكل يمكن أربعة أو خمسة أغاني حزان الديار بمفتي فيها العيشة ممحوقة ومفتيها بحلف ليكي حتى الجمري ماقوقة يمكن أربعة أو خمسة أغاني غنيت له أحمد علي أحمد فيه بربر الحسن بربر ده غنيت له أغنية واحدة قدم عليه بتاعين فيه أحمد سليمان طاه غنيت له أربعة أو خمسة أغاني اللي هي منها سلام مطبوك سلام مطبوك أجيكم ماني زاير وريد رزقا تغرب سيدو طايب خالي الشقوري طمعا غنيت له مسافة السكة مسافة السكة صديق محمد طه الصلاة الطيب وظنه الحسين أبي الحسين أبي أرجوك يا نسيم لو أرجوك يا نسيم فد مرة لو بصدفة فتمشي فريقة وتاني وتاني بعدين فيه الدرويش ساعة العصاري الدرويش ده بالمناسبة أخو الحسين أبي غنيت له ساعة العصاري أيوة بس أيوة ما فيه حاجة تاني طبعا هو هو شائر ما فيه أي كلام لكن طبعا حسب ظروفه لأنه سفره كان كثير والغربة وكده بعدين هو ذاته ما بيحب مضلت الشائر دي أيوة ما محترف بيها كده والله ربما يكون كده أو كده وربما يكون في ظروف تاني نعم لكن أنا غنيت له نقول ما عاصر عليه كثير الشاعر أيوة لكن شاعر ما فيه كلام طيب غنيت تاني لي منه غنيت له شعرة من خارج وقبلت الطنبور أيوة مختار ضفع الله مثلا مختار ضفع الله و مختار ضفع الله غنيت له أنا مسافر أنا مسافر وعزم حمد خليل غنيت له عزم حمد خليل لا ليل لا صباح لا ليل لا صباح قليت أنهم لا يضروا وأنا بحيوم كلهم الشاعر دير من هنا توفيق الطيب البشير توفيق الطيب البشير يا سحابة ضليلة جاية ربيع من غير نهاية ثاني معاوية الطيب البشير معاوية الطيب البشير غنيت له يا أخي ما معقول تسافر من بلاد بلدك من ترى بلدك تتم الحول ثلاثة أيام كثيرة علينا فد واحد يكتل الزول دي نغني لشاعر المرحوم مع طيب البشير الله الرحمن الرحيم من الحانك انت أيوه وسحابة ظليلة جاية من الحان توفيق أيوه أنا بالمناسبة يا أسامة عندي 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 طريقة كده أعمالها براي أنا إذا اللحن ما عجبني أغني لكن بعدل فيه بعدل فيه التعديل ده حسب الصوت بيخلي اللحن قريب لك وأنت هنا نرجع لي معاوية طيبة البشير الله يرحمه بلاد الطيبة بحكي لك بلاد أنا وبغني لك دي لأولي تاني غنيت لي عوض فضيلة الراحل ربنا يرحمه الله يرحمه غنيت ليه بردنا أنا عملت له الرمي يا سلام يا سودان الخير مشتهيك أنا يا بلد العيد المضى عبد الله محمد عبد الله محمد خير توماتي عبد الله محمد عبد الله محمد خير برضو غنيت لي سيد أحمد عبد الحميد سيد أحمد ده طبعا عازف ماهر في الطنبور وملحن أنا غنيت له وغنيه ولداني لها كلها ملحنة سيد أحمد فضل السيد ده غنيت له الغزالة السار حجالة وثاني أظن فيه غنيتين سيد أحمد ده من مروي من الناس الغزالة المبدري يعني محمد المهد حامل ما تعاملت معاه والله هو رجل صديقي جدا وأتعاملت معاه لكن ما لقيت الفرصة أقعد معاه وما لقيت النص اللي وافقني عشان أغنيه لكن هو شاعر ما ساهل وأتمنى أنه تدعمل معاه صديق الجمهور الآن بيتسأل هل صديق عنده المقدر أنه يعزف طنبور ويغني يعني لسه قاعد تغني وتددين براكل ولا الحاجة دي بيطول الزمن حق رقاعد المرضى الفادة زي فترك شوية ولا الحمد لله لسه قاعد تغني وكده السارة بيقيت نشيط جدا ها تغني زي زمان زي زمان وعين داك طنبور انت ما قلت ما في طنبور ما هذا يوريك أنا ما كلامي دا حيوريك أنا بتترك ليه الطنبور دا أثرت فيه الرطوبة في الشقة لازم أنا أعمله صيانة وإن شاء الله بعد ما أعمله الصيانة دي أجي قاعدك وأغلي لك ونازل طنبوري بدوك براي نحن نتكلم عن صديق أحمد ومجموعة من الرحلات الخارجية خارج السودان غيبة غنيت في رحلات خارجية كثيرة خارج السودان غيبة رحلات لقيت تجاوب من جماهير أو من الجاليات السودانية خارج السودان غنيت بين أول رحلة خارج السودان كانت لجمهورية مصر العربية وكان نحن ناته الولايات الشمالية وكان في ذا يتوأمة بين مصر والسودان آيوة يعني أسوان ومهني وغنيت فيها يعني أكثر من حفلة لأجيالية السودانية وأخواننا المصريين وده كله كان في الجنوب المصري فالناس يعني يتجاوب يتجاوب معي خالص الأوليات اللي قالت تجاوب كان واضح كانت شنو زمان يعني كنت بغني باللغة العربية الفصحة من الأغاني ديل غدا يا حلوتي سأراك تبتسمي ولست وحيب وشيري لي شاعرنا عبدالله محمد خير ثاني معاها واجندها واجنتاها لمعت حتى الضوء وخجل برضه عبدالله محمد خير عبدالله محمد خير فديل الاثنين أكثر أغنيتين اتجاوب معاهم وكانت الفترة ذيك ذاته فترة غنية واجنتاها لمعت في الضوء حتى الضوء وخجل وشفاه لسمت بعضا وظلت في عناق مرتجل حاجة بشكله غنيت في الغاهرة وغنيت في السعودية باحتبال أن كنت مغين فيها فترة من الزمن أيوة وغنيت في أبو ظبي غنيت مهرجان الصلالة في سلطان العمان في غطر غنيت في غطر غنيت في إيرلندا غنيت في لندن غنيت في الصين طيب كيف كانت تجاوب الشعب الصيني معك أيوة أنا هنا أكون أمين معك أنا بكون مع جالية سودانية ممكن يعني يكون في نفرين ثلاثة من أهل الدولة وممكن بيتجاوبوا لكن أنت ما بتقدر تحكم على التجاوب لأنه العلدية ما كثيرة أيوة عشان كده ما أقدر أقول لك أنا بغني للسودانيين وبجوع معي طيب الأغنيات المسجلة عندك في الإزاعة رسميا هي شنو؟ يا تمانية يا عشرة دي المسجلة رسميا أيوة في التلفزيون أظن تمانية غنيت لي كمال حسن أيوة كمال حسن الله يديه الصح والعافي من أصدقانة وشاعر ممتاز جدا وأنا غنيت له لا أخل له عنوان للبعاد لا حتى وصع للبلد يحلي له روح ويبتعد خلينا نقيف على ذكرة كمال حسن على الراحل سيف الدين قدقود طبعا أستاذنا الراحل المغين الله يرحمه ويحسن إليه ويتقبله أخونا سيف الدين قدقود هو كان بالنسبة لي صديق وأخ وفنان ومبدع قدم الشيء الجميل إشاء ربنا يتقبله الأغنية التي نحن قبل زكرناها لكمالحسن أظن نبدو غناها سيف الأراضي أيوة من أغنياء سيف الأراضي أيوة نحن نرسم عاشين في سرد الشعراء الذي يفتع أنت في مسيرتك الطويلة الجميلة دي للتعامل معهم ثاني منه المستمع الكريم لازلنا في حضرة وفي ضيافة الأستاذ الكريم الفنان القامة صديق أحمد صديق نحن لسه في استعراضنا لما وقفت معهم من الشعراء خلال مسيرتك الطويلة وقلنا أنت عملت مع أكثر من خمسين شاعر أيوة وأتمنى أنه تزعيفك الزاكرة نحاول نستعرضهم كلهم إن شاء الله إن شاء الله إسماعيل حسن غنت ليه كيف زمان كايس أراضيهم وصفني يدر بالرد عشان أصل وراضيهم الله يرحمه الله يرحمه نور الهدى كنا نور الهدى كنا لا ما غنيت له ما غنيت له أغنية كده به لاي رغم إنه كنت الله يرحمه كنت يتمنى أغنيله كامل الشعراء الله يرحمه ونمتازين وقدم أعمال جميلة وغناله أخونا يسحك كرم الله ومحمد كرم الله كطيب محتار وغالبه كيف يختار نحن سعيدين جداً بضيافتك وسعيدين جداً بالحلقة الجميلة دي وإن رجعنا بذاكرتنا لزمن جميل واغنيات جميلة وأسماع جميلة لمعت في ساحة فن الطنبور صديق أحمد ونحن ماشينا على ختام حلقتنا الأولى أو حلقتنا الثانية من الرحلة التوسيقية لمسيرتك الفنية خلينا نتكلم عن أغنيات هي بالنسبة ليك أقرب الأغنيات من القريبة الكتير نختار شون كان أقرب لصديق في مسيرته من الأغاني القريبة لي والمحببة يا زمان بالله أشهد لشاعرنا الراحل المغيم عبد الله محمد خير الحنار عويش برضو لأستاذنا عبد الله محمد خير برضو في أغاني غنيتة لشعرة أغاني جميلة يعني مثلاً أخونا أحمد سليمان طاها صديق محمد طاها بربر الحسن بربر أخونا الحميد محمد حسن سالم أخونا أشارة آخرين يعني أتمنى أنتو ما طروه مناسب نقدم عليك صديق أحمد وفي أزلة كتير مؤجلة لحلقتنا الجاية إن شاء الله لكن نخطف لنا سؤال سؤالين عن رأيك فيما يدور من ساحة فن الطنبور الآن الغنى الموجود فيها الطريقة حقة الغنى أنا أتمنى أي دول في الساحة يبدع وأتمنى أي شاعر يكتب وأي فنان يغني والناس زغض راحتها وفي النهاية يطلع بشي جميل أتمنى ذلك شكرا جزيلا أستاذنا الجميل شكرا لك الله يحليك صديق أحمد ونحن يعني سعيدين جدا بكرم الضيافة وبوجودنا في بيتك وزي ما قلنا يمكن دي أول حلقة من حلغات أماس الحنين يخرج فيها البرنامج خارج الأستوديو تقديرا لك وتقديرا لما قدمتك إنت من إسهامات كتيرة جدا نحن ما قلنا في مسيرتك إلا القليل على وعد إنه نحن سجل الحلقة الثانية والثالث والرابعة ونتمنى إنه كل ما علينا نلقاك في صحة وفي عافية إن شاء الله وتتذكر لينا الكثير من الجميل إن شاء الله كان معانا أخونا الجميل الشاب أحمد محمد أحمد اللي حقيقة على طول الحلقة دي كان هو يعني مساهم معانا بموجوده في حضوره بالتسجيل المستمع الكريم إلى أن نلتقي في حلقة جاية في حلقاتنا التوسيقية مع الفنان القامة صديق أحمد إلى لغاء